اختطمت اليوم بمدينة شارم الشيخ فعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية وخلال كلمته بالجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي أشار حسن عبدالله إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية ركزت على دور البنك في إيجاد الحلول وحل المشكلات في القارة الأفريقية وأضف محافظ البنك المركزي أن الرئيس السيسي ركز على خطة عمل من أجل مواجهة جميع التحديات لتحقيق التنمية المستدامة